السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال معاكم الدكتور محمد دي سوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن تخفيف الام التسنين عند الاطفال الرضع خليكم معا في البداية هتكلم سريعا عن موضوع التسنين عند الاطفال المقصود بالتسنين هي عملية بزوغ السنة من الفك سواء الفك العلوي او الفك السفلي لحد ما تظهر من اللثة والعملية دي بتاخد وقت طويل شوية ممكن توصل لشهور يعني اللثة بتاعة الطفل لما بتبقى ورمة ده مش معناه بالضرورة ان السنة دي هتطلع دلوقتي ولكن السنة علشان تطلع من الفك لحد ما تظهر من اخر جزء موجود في اللثة الموضوع ده بياخد الوقت والوقت ده بياختلف من طفل للتاني عملية بزوغ السنة من الفك واللثة لحد ما تظهر العملية دي كلها على بعضها اسمها عملية التسنين وعملية التسنين بتبدأ عند الاطفال الرضع من الشهر الخامس حتى عمر سنة يعني الطفل بيطلع اول سنة دي ممكن من اول خمس شهور لحد عمر سنة ما ينفعش نقول ان الطفل تأخر في التسنين الا لو الطفل تم سنة كاملة وما طلعش على الاقل سنة واحدة لان الموضوع ده بيجيلي عليه اسئلة كل يوم كل يوم فيه امهات بيبعتولي يا دكتور انا ابني عنده عشر شهور ولسه ما طلعش اسنان يبقى كده ابني متأخر اديله كانسيام ايه اديله بيتامينات ايه ما ينفعشي نقول ان الطفل تأخر في التسنين الا لو الطفل تم سنة كاملة وما طلعش على الاقل سنة واحدة يعني لو الطفل طلع سنة واحدة بس فاول سنة من عمره يبقى الطفل ده كويس وما بنعتبروش متأخر في التسنين وعملية التسنين زيها زي كل التطور عند الاطفال بيبقى فيه اختلاف فردي كبير ما بين الاطفال فيه اطفال بتسنن بدري واطفال بتسنن ولكن احنا لينا رنج بنتحرق فيه اللي هو من خمس شهور حتى عمر سنة في بعض الاطفال بيسننه قبل خمس شهور كمان ولكن الحد الاقصى لينا هو عمر سنة علشان خاطر الاطفال يسننه كويس او الطفل يسنن في معاده وما يتأخرش محتاجين اربع حاجات اول حاجة الطفل لازم ياخد فيتامين دال بالجرعة الوقائية في اول سنتين من حياته بنيدي في اول سنة الفيدروب اربع نقط مرة واحدة في اليوم وفي ثاني سنة الفيدروب ست نقط مرة واحدة في اليوم ثاني حاجة بنحتاجها ان الطفل ياخد صفار البيض من الحاجات الغنية جدا ببيتامين دال وكمان غنية بالكالسيوم وبتساعد الطفل على التسنيل الحاجة الثالثة ان الطفل ياخد منتجات الالبان او منتجات الحليب زي الزبادي وزي الجبن لأن منتجات الألبان أو منتجات الحليب زي ما احنا كلنا عارفين غنية فيتامين دال وغنية بالكالسيوم وبتساعد الطفل على التسليم أول الطفل ما يتم سنة نبتدي نشربه اللبن بكل أنواعه سواء اللبن البقري أو اللبن الجموسي أو لبن الإبل أو لبن الماعز أي نوع من اللبن ما ينفعش الطفل يشربه تحت عمر سنة بمجرد الطفل ما يتم سنة نقدر نديله اللبن يشربه عادي وبيشربه كمان كامل الدسم وبدون تخفيف وكمان ضروري جدا جدا أن احنا نعرض الطفل للشمس علشان ننشط فيتامين دال اللي بيتصنع داخل الجسم واللي بيبقى موجود تحت الجلب ومحتاج الأشعة فوق البنافسجية اللي بتيجي من الشمس علشان ننشط فيتامين دال واللي بيزود جدا من امتصاص الكالسيوم وبيقوي عظام الطفل وبيساعد الطفل على التسليم يبقى دي الحاجات المهمة جدا اللي لازم نحافظ عليها عند كل الأطفال الرضع علشان الطفل يسمن في معاده وما يتأخرش في التسليم طيب ايه هو الترتيب اللي بتزهر دي الأسنان عند الأطفال الرضع في البداية لازم اقول ان ترتيب ظهور الأسنان مش أمر أساسي ومش موضوع ثابت مع كل الأطفال يعني احنا عندنا ترتيب بنشوفه بشكل متكرر عند معظم الأطفال ولكن في بعض أطفال بيبقى ترتيب ظهور الأسنان عندهم مختلف عن الترتيب ده وفي الحالة دي مفيش مشكلة خالص من ان الطفل يطلع الأسنان بترتيب مختلف شوية ترتيب ظهور الأسنان اللي عادة بنشوفه عند معظم الأطفال الرضع بيبقى السنتين اللي قدام اللي تحت بيطلعوا الأول وبعدين السنتين اللي قدام اللي فوق بيطلعوا بعديهم وبعدين السنتين اللي في الجنب اللي فوق بيطلعوا بعديهم وبعدين السنتين اللي في الجنب اللي تحت بيطلعوا بعديهم ده الترتيب اللي بنشوفه بشكل متكرر عند الأطفال لكن هأكد تاني لو الطفل سنن بترتيب مختلف عن اللي أنا قلته مفيش مشكلة خالص يعني الطفل لو طلع سنة واحدة تحت وبعدين طلع سنة فوق مفيش مشكلة لو طلع السنان اللي فوق قبل اللي تحت مفيش مشكلة لو طلع السنان اللي في اللجناب سواء اللي فوق او اللي تحت قبل الاسنان برضو مفيش مشكلة فعملية ترتيب ظهور الاسنان عند الاطفال الرضع لو حصل فيها اي اختلاف مفيش منها اي مشكلة خالص طيب بشكل سريع كده ايه اعراض التسنين عند الاطفال الرضع اعراض التسنين بتبقى ان اللفع بتاعة الطفل بتبقى ورمة الطفل بيبقى مزاجه وحش ومقريف وبيعيض كتير وساعات بيبقى رافض الأكل الطفل ممكن حرارته تعلق حاجة بسيطة لكن حرارته ما تعديش 38.5 درجة أي سخونية عند الأطفال لو الحرارة عدت 38.5 درجة يبقى ده مش تسنين وكده الطفل عيان ولازم نروح للدكتور علشان يفحصه الحاجة الرابعة بعض الأطفال مع التسنين بيحصل لهم إسهال بس بيبقى إسهال بسيط خالص يعني الطفل لو طبيعته مثلا بيعمل مرتين في اليوم نلاقي الطفل بيعمل 3 مرات وبنلاقي البراز بتاعه بيبقى سايب حاجة بسيطة لكن ما بيبقاش مية خالص يدوب البراز بيبقى سايب حاجة بسيطة وفي بعض أطفال ريحة البراز بتتغير شوية أثناء التسنين الحاجة الخامسة إن الطفل يريل كتير أو نلاقي إفرازات كتير من الفم خارجة من بقه أو نزلة عليه ودي شكوى بنسمعها كتير جدا من الأمهات الحاجة السابعة إن الطفل يكون بيشد في ودانه أو بيحط صباقة في ودانه أو بيخبط على ودانه أو بيهز في راسه كتير دي برضو أحد أعراض التسنين المشهورة والحاجة السابعة إن الطفل يبتدي يعد على الحاجات اللي موجودة حواليه سواء بيعد في سدي الأم أو بيعد في إيده أو في إيد ممتو أو في كتف ممتو أو في الملابس بنلاقي الطفل بيبقى عاوز يعد في أي حاجة بتقرب من بقه نيجي بقى للجزء المهم من الفيديو وهو تخفيف آلام التسنين عند الأطفال الرضع كتير من الأمهات بيشتكوا إن الطفل في فترة التسنين بيبقى بيعاير كتير وبيزن كتير ورافض الأكل ومزاجه وحش جدا والأم ما بتبقاش عارفة تتعامل مع الطفل إزاي أو مش عارفة تردعه أو تأكله إزاي وإيه الحاجات اللي ممكن تعملها علشان الطفل يهدى شوية ويبطل عايد عندنا حاجات كتيرة جدا نعملها نخفف بيها من ألام التسنين عند الأطفال الرضع أولها إن الأم تدلك اللسة بتاعة الطفل في المكان اللي الطفل بيسنن فيه الأم تغسل إيديها كويس جدا بالمية والصابون ضروري جدا نغسل إيدينا كويس جدا وبعدين تبتدي تفرق اللسة أو تدلك اللسة اللي الطفل بيسنن فيها سواء اللسة العلوية أو السفلية لمدة من 3 ل 5 دقايق وتكرر الموضوع ده 4 أو 5 مرات في اليوم الموضوع ده كويس جدا وبيسكن من ألام التسنين عند الأطفال تاني حاجة الأطفال اللي ألام التسنين عندهم بتبقى شديدة قوي والطفل بيعيط ويزني كتير قوي ممكن نستخدم مسكن عن طريق الأدوية الشراب زي الستال أطارة أو البروفين شراب لو كان عمر الطفل أكتر من 6 شهور ولكن بنستخدمه في حالة الضرورة القصوى لو كان الألم فعلا شديد قوي وبنستخدمه بشكل مؤقت ممكن يومين أو ثلاثة لحد بس ما ألم التسنين يخف عند الطفل الحاجة الثالثة إن احنا نجيب للطفل عبادة ومن أحسن الحاجات اللي شفتها هنا هي حاجة اسمها عبادة الفواكه ودي بتبقى عبارة عن عبادة بتتفتح ونقدر نحط جواها قطع من الفكهة والعبادة نفسها بيبقى فيها سقوب أو إخرام الطفل لما بيجي يقض عليها لعصارة بتاعة الفكهة بتبتدي تنزل في بقه ففي الحالة دي هنبقى خففنا ألم التسنين عند الطفل وفي نفس الوقت ادي ناله عصير طبيعي وغزناه بشكل كويس يفضل إن احنا نحط العبادة في التلاجة لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة قبل ما نديها للطفل لأن الإحساس البارد أو العبادة البردة لما الطفل بيقض عليها دي بتسكن آلام التسنين بشكل أفضل بكتير جدا وآخر حاجة عاوز أأكد عليها الأطفال في مرحلة التسنين بيبقوا رفضين الأكل بشكل كبير فنحاول في الفترة اللي الطفل يكون بيسنن فيها إن احنا نعتمد على الرضاعة أكتر ولما نديه أكل يبقى الأكل ده في قوام لين تماما وسهل البلع بالنسبة للطفل وكمان وإحنا بنأكل الطفل بلاش المعلقة تلمس اللسة أو تخبط في اللسة علشان ما تقلمش الطفل والطفل يبتدي يرفض الأكل وياريت نستخدم الأكلات اللي طعمها حلو ومحببة بالنسبة للطفل ممكن نستخدم الموز المهروس أو التفاح المسلوق والمهروس أو نستخدم البطاطا الحلوة المسلوقة والمهروسة وأي حاجة نديها للطفل ياريت تبقى بردة لإن الإحساس البارد دون بيخفف كتير من ألم التسنين عند الأطفال الحاجة الأخيرة مرحلة التسنين مرحلة بيمر بيها كل الأطفال الرضع أنا عارف إنها بتبقى صعبة شوية على الأمهات لأن الطفل بيبقى مزاجه وحش ومقريف ولكن هي فترة مؤقتة والطفل حيعد منها إن شاء الله فالأمهات معلش تحاول تستحمل الأطفال شوية في الفترة دي وربنا يحفظ أطفالنا ويبارد فيهم ده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ودوسوا على زرار الجرس علشان ينصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول وشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وانتوا بخير وسلام وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته